القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا بائعة البيض تحد مجموعة الأزقة المتفرعة عن شارع ملح مدفسطات مجموعات سكنية تتداخل كل واحدة منها تجسد عالما قائم الذات هناك تتفاوت العلاقات بين الناس بين ود وصفاء وعناد وخصومات لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد كل ذلك قد لا يستوقف الاهتمام إلا ما كان من فضول البعض ممن تستهويهم مشاكل الآخرين يصنعون منها فرجة ويتخذونها مادة دسمة لأحاديثهم في المنتديات وحين يتسامرون في واحدة من تلك المجموعات السكنية المتواضعة تسكن عائلة بوشعي بو الحبل الذي توفي قبل عشرين سنة غادر أبنائه المنزل وتوجه إلى طانجة والدار البيضاء للعمل بقيت أرملته وحدها مع إحدى بناتها لم تتزوج قط حين يكون الجو مشمسا تمضي بها إلى جدار قصير مقابل لباب منزلها وتجلسها هناك لتتلقى أشعة الشمس الدافئة تزيل العجوز غطاء رأسها فتظهر خصلات شعرها التي بيضت تعلوها بقع تذكر بأنها خضبتها قبل فترة بالحناء تجلس العجوز هناك لساعتين أو أكثر لقد فقدت بصرها منذ ثلاثة أعوام حين تبطئ ابنتها الضاوية تسمع وهي تنادي عليها كان في صوتها نبرة تميزها عن كل الأصوات توحي إلى السامع إليها بأنها امرأة هادئة الطبع أحيانا لا تحضر الضاوية سريعا فترى المرأة وهي تتلمس الطريق إلى باب سكنها عيناها المفتحتان تنظران في اتجاهات شتى الذي لا يعرف المرأة قد يحسبها مبصرة ثم تصل إلى باب سكنها تدفعه فينفتح ثم تدخل عدا تلك الأوقات التي تمضيها تتدفأ بأشعة الشمس لم تكن العجوز تظهر إلا قليلا أبناؤها ثلاثة قليلا ما يأتون لزيارتها ويتذرعون بكثرة الأشغال ولكن العجوز خيرة كانت توحي إلى من يسألها عن أبنائها أنهم يقومون بالواجد ويبعثون لها من المال ما يكفيها لتوفير الضروري من متطلبات الحياة ما كانت تكرهه أن يسألها أحدهم عن الضاوية والسبب في عدم زواجها وحين يحدث وتسأل عنها فإن جوابها يختلف باختلاف من تسأل لبعضهن تقول الضاوية لا ترغب في الزواج منهن من تفهم أن خير لا ترغب في الخوض في الموضوع ولمن تعرف لؤمهن تعطي جوابا رادعا بلا تردد تقول للواحدة منهن إن ذلك شأن لا يعنيها تكره خير الخوض في ذلك الموضوع لأنها وحدها تعلم السر الكامن وراء عدم زواج الضاوية التي تبلغ من العمر ما يقرب من خمسة واربعين عاما وحدها تعلم أن الضاوية أحبت ذات زمن شابا كان يعمل في شركة لتوزيع قطع غيار السيارات ويبدو أنه أحبها كانت خير تعلم أن ابنتها تمضي إلى لقائه من حين إلى آخر وكانت مقنة أنه سيأتي في أجل قريب لخطبتها كان ذلك قبل خمس عشر أو ست عشرة سنة ثم انقطع عنها فجأة وبلا مقدمات قالت الضاوية لأمها ذات مساء وهي تبكي إنه خان عهدا كان بينهما لم تستسخير أن يسخر من ابنتها كان يسكن الدار البيضاء قررت أن ترافقها للبحث عنه هناك أمضت يوما كاملا في الدار البيضاء ثم اكتشفت لما سألت عنه في مقر الشركة التي يعمل لها أنه متزوج وله ولدان يومها أقسمت الضاوية أنها لن تتزوج بل وقررت أن تنتقم منها تذكر العجوز أن ابنتها استأذنتها في الذهاب إلى الدار البيضاء لزيارة أحد أشقائها يعمل هناك وأنها وقعت على عطار أعد لها وصفة تداخلت فيها الأعشاب وأشياء غير محددة الصنف تدبرت أمر من يدس له منها في طعامه وذات مرة رأته يمشي وهو يحدث نفسه هو سر تدفنه المرأتان في قرارة نفسيهما ولن تبوح به لأحد بل إنهما لم تعود تحدثان نفسيهما عن ذاك الذي تعدانه ماضيا أليما تمضي الضاوية أيامها في الاعتناء بالبيت تعد الطعام لأمها وتكنس المنزل ما يفضل لها من وقت تمضيه في متابعة برامج التليفزيون هي كما نساء كثيرات تعجبها المسلسلات كان ما يصل إلى والدتها من إخوتها الثلاثة يغنيها عن العمل هي تعلم أنها لا مؤاهلات لديها وأن ذلك يعني أنها إن خرجت تبحث عن شغل فإنما آلها سيكون العمل في البيوت مع مرور الوقت صار لا يكفي ما يبعث به الإخوة الثلاثة الذين تزوجوا وأنجبوا وثقلت أحمالهم صارت ترى أن عليها أن تجد حلا وأن تعمل على اجتناب الأسوأ خطر ببالها أن تتعاطى تجارة لا تتطلب رأس مال كبير وقد فكرت في شراء كمية من البيض تسلق منها كل يوم أعدادا وتمضي بها إلى المحطة الطرقية وإلى كل مكان يتجمع فيه الناس فتبيع بضاعتها يوم أبلغت أمها باختيار هذاك صمتت طويلا قبل أن تقول لها إن الطريق الذي اختارت أن تسلكه لا يخلو من مخاطر وقد فهمت الضوية تلميح أمها كانت وهي على مشارف الخامسة والأربعين تحتفظ بقدر من الجمال لم يمح بفعل الفقر وقلة ذات اليد اقتنعت الضوية بأن عليها أن تلج عالم التجارة من باب التدرج اشترت خمسين بيضة وقامت بسلق نصف العدد ووضعتها في قفة من ورق الدوم وغطتها بقطعة ثوب وكأنها تريد أن تحافظ لها على حراراتها في قارورات من البلاستيك أحدثت عدة ثقب في غطائها وضعت الملح والكامون ارتدت جلابتها ذات اللون الأزرق الداكن وانتعلت بلغة من جلد ومضت إلى المحطة الطرقية اتخذت لها مكانا وقفت فيه ووضعت القفة أمامها لم تكن تظن أن يقبل المسافرون على بضاعتها ولكنها فوجئت بطلبهم للبيض وسريعا باعت ما كان معها عادت إلى المنزل كانت أمها الكفيفة تنتظرها وما أن أحست بالباب يفتح حتى نادت عليها ضويا ضويا لم تجيبها ولكنها أسرعت نحوها وعانقتها كذلك بدأت مرحلة جديدة في حياتها صارت تحمل كل يوم ما لا يقل عن ثمانين بيضة إلى المحطة تبيعها ثم تعود إلى البيت ذات مساء وقد وضعت القفة أمامها تنتظر الزبائن رأت رجلا يرتدي جلابة صوفية يغلب عليها البياض يقبل نحوها لما وصل سألها عن ثمن البيضة الواحدة لم يكن في سؤاله ما يثير الاستغراب ثم تناول بيضتين وقشرهما ورش عليهما من الملح والكامون ولما فرغ من تناول البيضة الثانية أدخل يده في جيبه وأخرج حافظة نقود وهو يناولها ثمن البيضتين التقت نظراتهما تنحنح الرجل ولكنه ظل ينظر إليها لما ابتسمت له سألها إن كانت من سطات لم يكن هناك من زبون غيره في تلك الأثناء ولما ردت بالإيجاب ضحك فظهرت على جانب تقم أسنانه سن من ذهب قال إنه أيضا من سطات في ظرف دقائق علم منها أين تسكن وهو يهم بالانصراف سألها إن كانت متزوجة ولما أجابت بالنفي اقترب منها أكثر وطلب منها أن يلتقي إحمرت وجنتها فجأها ما يقوله ثم تداركت الأمر وأبلغته بأنها ستكون في المحطة في الموعد نفسه ابتسم وقال إنه سيأتي إلى مقابلتها في مثل الوقت الذي هما يتحدثان فيه تذكر الضاوية أنها لم تستطع إلى النوم سبيلا لما عادت إلى البيت فكرت في إبلاغ أمها ثم تراجعت ساورتها شكوك حول نوايا ذلك الرجل وفي لحظة قالت لنفسها إنها تسرعت في التعلق برجل لا تعرفه ولم تره إلا خلال تلك اللحظات التي التهم فيها بيضتين صحيح أنها حلمت بالزواج فيما مضى من عمرها لما ظنت أن ذاك الذي أحبته سيكون لها دون سواها ثم ها هي تتساءل إن كان يحق لها أن تحلم الآن كما حلمت بالأمس يأتي من أعماقها صوت يقول لها أن لا شيء يمنعها من الحلم ومن السعي إلى تحقيقه وبلورته واقعا عصر ذلك اليوم ارتدت جلابة كانت قد نذرتها للمناسبات الهامة حملت قفة البيض ومضت إلى المحطة صارت معروفة لدى أصحاب التاكسيات كثير منهم كانوا زبناء دائمين لها قرأت في عيون البعض منهم إعجابا بأناقتها سريعا باعت ما يقرب من نصف ما جاءت به مر من الوقت ما يزيد على الساعة كانت تطوف بنظراتها في كل اتجاه ثم رأته يقبل نحوها وقد ارتسمت على وجهه الواسع ابتسامة لعله كان يريد إلى تبرير وقوفه عندها لما طلب بيضتين ناولتهما إياه وهو يقشر الأولى سألها إن كانت تستطيع أن ترافقه إلى مكان يتيح لهم الحديث في هدوء قالت له إنها تريد أن تبيع ما بقي لديها من بيض ضحك فظهرت السن الذهبية على جانب تقم أسنانه قال لها إنه مستعد ليدفع ثمن ما بقي من بيض في القفة تواعد على اللقاء في مقهى وسط المدينة كان عليها أن تعود إلى البيت لتتخلص من القفة في السابعة والنصف كانت في باب المقهى رأته ودخلته ولم تكن قد دخلت مقهى منذ سنين بعيدة لم يمهد الرجل الذي علمت أن اسمه عبد السلام للموضوع مباشرة بعد أن طلب للنادي لقهوة وعصيرا سألتها إن كانت ترغب في الزواج منه أربكها أحست بموجة من الحرارة تكتسح وجنتيها سكتت ولعله عده قبولا ورضا ثم قالت له إنها لا تعرف عنه شيئا حكى لها عبد السلام عن ماضيه في فرنسا وأبلغها بأن زوجته توفيت منذ أربعة أعوام علمت منه أنه لم ينجب منها وأنه وقد أحيل على التقاعد عاد ليستقر في سطات لم تستطع الضوية تمالك نفسها بكت فرحا ثم لما هدأت قليلا قالت له إنها وإن كان يحق لها أن تزوجه نفسها تدعوه لطلب يدها من أمها بعد يومين جاء عبد السلام ومعه صديق له إلى دار العجوز خيرة وطلب يد ابنتها وهي تسمع الطلب زغردت كما لم تفعل منذ أمد بعيد وبعد أسبوع كانت الضوية تزف إلى عبد السلام بحضور أشقائها ثلاثة قالت خيرة إنها كانت تود لو تراهم مجتمعين بعيدا عن أوهام الماضي في منزل من مجموعة منازل تتشابه في بساطتها غير بعيد عن مسجد أبي عبيد بن الجراح يسكن سليماني محمود الرجل مزداد في بسكرا في منتصف خمسينيات القرن الماضي كان والده يعمل في ضيعة لأحد المعمرين الفرنسيين وقد نشأ في بيت كان يتقاسمه والده مع عم له هاجر فيما بعد إلى فرنسا كان بيتا يعج بالأطفال ولم يكن كثير من الجيران يفرقون بين محمود وإخوته وأبناء عمهم جميعهم كانوا ينادونهم بأولاد سليماني لم يكن كبيرا حظ محمود من التعليم قبل أن يكمل الطورة الابتدائي صار يرافق والده إلى الضيعة يساعده في بعض الأشغال ما كان يهم سليماني الأب في تلك الفترة أن لا يترك ولده محمود بلا عمل يشغله ثم إنه ربما طمح إلى أن يخلفه في عمله ذاك إذا ما غيبه الموت في كل الحالات لم يكن يرى أفضل من تلك الضيعة ليعلمه بعض أمور الفلاحة والبستنة في نظرته تلك لم يكن سليماني الأب يختلف عن آباء كثيرين من مجيليه محمود هو الإبن الأكبر وعليه أن يكون مستعدا لتحمل أعباء الأسرة إن حدث مكروه لوالده لم يكن الأمر يحتاج إلى نقاش ولا تدهل كان محمود قليل الكلام لعل الظروف التي تربى فيها لم تكن تتيح له فرصة كبرى للحديث ومشاركة الآخرين في المواضيع التي يثيرونها ما استفاده من حصص البستنة تلك التي كان يقدمها له والده أنه حول سطح الدار إلى حديقة حقيقية في العام أربعة وسبعين وكان في العشرين نودي عليه لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية أمضى في جهات مختلفة من الجزائر ما يقرب من عامين ثم عاد إلى البيت أشياء كثيرة كانت قد تغيرت لم يعد بالبيت ذاك الاكتظاث الذي كان فقد رحل عمه إلى فرنسا ورحلت معه عائلته كلها لن ينسى نوريا ابنة عمه كانت في مثل سنه وكان يمن النفس بالزواج منها منذ أن رحلت إلى فرنسا لم تزرب سكرا سوى مرة واحدة حين كان في الخدمة العسكرية يعد ذلك أهم موعد لم يتم في حياته بعث لها بضع مرات برسائل يريد أن يبقي على حبل للاتصال بينهما ولكنها لم ترد ثم لما يأس من لقائها مرة أخرى صار يحاول النسيانها ألم تنسه هي؟ مرت ثلاثة أشهر على إنهائه الخدمة العسكرية لم يجد عملا في بسكرا وكان يلتقي كل مساء في مقهى الحي بشباب من مثل سنه لم يجدوا عملا عقدتهم الأكبر ما يشاع من أنهم لا يبحثون عن شغل ولا يريدون القبول بالشغل الذي يعرض عليهم ولذلك لما طرق باب منزل العائلة عسكري يسأل عنها ظن أنه الفرج صدق توقعه فقد حمل إليه العسكري دعوة للالتحاق بالجيش إن هو كان يرغب في ذلك لم يكن الأمر يحتاج إلى تفكير هي فرصته عليه أن لا يفوتها كذلك بدأت حياة الجندي سليمان محمود ظن في البداية أن عمله سيكون في بسكرا أو في مدينة غير بعيدة منها ولكنه سرعان ما اكتشف أن تفكيره ذاك لم يكن يقوم على أساس تنقل بين عدة ثكنات في أرجاء البلاد المختلفة طبعه الهادئ جعل ضابطا يختص به نفسه ويعينه ضمن الجنود الذين يقومون على خدمته حين يأتي إلى بسكرا لما تمنح له رخصة كان يمر بين دروب حيه الضيق بخيلاء يتوهم أنه يمثل الجيش في ذلك الحي بعد ثلاثة أعوام وقد يأس حقا من كل رد يأتيه من ابنة عمه نورية تزوج فتاة تعرف إليها بينما كان يعمل في برواغية وأنجب منها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ الآن من العمر ثمانية عشر عاما في مستهل تسعينيات القرن الماضي تلك التي تعرف في الجزائر بالعشرية السوداء كان الجندي سليماني محمود ضمن دورية للجيش في أطراف الأخضرية لما باغتهم مسلحون بنيران كثيفة تلاها انفجار كل ما تحدث عنه استحضر هوله لم يستعد وعيه إلا لما كان في المستشفى اكتشف أنه فقد قدمه اليسرى في ذلك الكمين صار من معطوبي الجيش وأحيل على المعاش كذلك انتهت حياة الجندية لسليماني محمود المنحة التي يحصل عليها لا تكفي للاستجابة لمتطلبات حياة أسرته فكر الرجل في نشاط يمكنه من دخل إضافي واستقر رأيه على أن يتحول إلى بائع خضر متجول وفر عربة اتخذها له دكاناً وصار يتنقل بين الأحياء أرخى لحيته التي اكتسحها الشيب وقد ظن أن ماضيه في الجندية سيكون له حصناً يقيه من الحملات التي تستهدف بين الفينة والأخرى التجار الذين يصنفون خارج نطاق القوانين التي تنظم التجارة العرج الذي صار يعاني منها بعد أن بطرت قدمه يجعل الناظرين إلى حاله يتعاطفون معه ذات ضحى بينما مضى بعربته التي حملها أصنافاً من الخضر إلى جوار مسجد أبي عبيد بن الجراح وقد ظن أنه هناك سيكون في حيه حيث يعرفه كثيرون فاجأته دورية للدرك طلبت منه الانسحاب من المكان كان رئيس الدورية شاباً دون ثلاثين تقدم نحوه وبنبرة فيها من الحزم والشدة ما زاد على الحاجة دعاه إلى إخلاء المكان رد سليمان محمود بأنه من معطوبي الجيش وأنه لجأ لمزاولة هذه التجارة مضطراً لعله حسب أن الدركي سيتعاطف معه ويدعه يمارس تجارته ولكنه فاجأه بأن رفع صوته أكثر وبأن تبن نبرة أشد طلب منه أن يغادر المكان فوراً وإلا فإنه سيصادر ما لديه من بضاعة ومعها العربة التي تحملها وقف ينظر إلى الدركي بذهن شارد ثم لما عاد إلى وعيه دفع عربته وابتعد عن المسجد ذاك المساء وقد عاد باكراً هكى لزوجته الذي جرى للمرة الأولى رأى الدمعاته قال لها إنه لم يفقد الأمل وإنه سوف يسعى لمقابلة المسؤول الأول بدى له الليل أطول من كل الليالي التي عاشها ثم انبلج الفجر ولما حان الموعد الذي تفتح فيه الإدارات أبوابها لبس بذلة رمادية بها خطوط بنية دقيقة مسح حذاءه وتوكأ على عصاه ومضى ما أنعرض قضيته حتى أحيل على القسم الذي يعنى بالتجارة لم يكن محمود يعد ما يقوم به تجارة حقيقية لما قال للمسؤول عن ذلك القسم إنه من معطوبي الجيش الشعبي نظر إليه نظرة سريعة وابتسم ابتسامة غامضة لم يدر محمود ما إذا كانت ابتسامة سخرية أو شفقة ثم تلا عليه ما يحفظه من نصوص قانونية لا يعرفها صاحبنا وما لبث أن انتبه إلى أن سرد تلك النصوص لم يكن سوى تمهيد ليقول له إنه لا يحق له أن يمارس التجارة خارج إطار القانون عاد سليمان محمود يحمل خيبته وهو في الطريق فكر في تحدي ذلك المنع الذي لم ينى الكثيرين ممن يتاجرون خارج إطار القوانين كما قيل له يعلم أنه قد يتعرض إلى فقدان ما لديه من بضاعة وقد تصادر أيضا تلك العربة التي كلفته قدرا من المال يعده هاما تساءل عن الذي ينبغي القيام به على مدى ثلاثة أيام لم يغادر محمود منزله وعلى مدى ثلاثة أيام لم يكن يأكل إلا القليل من الطعام تحاول زوجته أن تقنعه بترك تجارته تلك إذا كانت ستجر عليه المتاعب ولما ألحت عليها قال لها إنما يحزنه أن يكون أمضى عقدين من الزمن في الجندية وأن يكون فقد قدمه وصار معطوبا ثم يحال بينه ونشاط يريد أن يحصل منه على دخل يساعده على مواجهة تكاليف الحياة قال لها ولعله قالها لها للمرة الأولى إنه يظن الآن أنه كان يتوهم أشياء كثيرة لما كان في الخدمة صار متوترا في اليوم الرابع هم بالنهوض من فراشه ولكنه وقع مغشيا عليه مر ما يقرب من الساعة قبل أن تكتشفه زوجته حين نقل إلى المستشفى شخصت إصابته بجلطة في الدماغ نتج عنها شلل النصفي يوم أعيد إلى منزله لمح عربته مستوقفة بالباب لم يقو على النطق بأي كلمة بعيدا عن سيدي بولعلا من الوجوه المألوفة في باب الخميس بيتارودانت شاب يبدو من مظهره أنه مجنون والواضح أن الناس هناك في باب الخميس ألسقوا به تلك الصفة إذ لم يكن يكلم منهم أحدا حين يتحدثون عنه فإنهم يذكرون المجنون وابو صندالة لا يأتي أحد على اسم له يعرف به كآخرين من الناس وإنما هي صفة المجنون وكنية بو صندالة لأنه لم يكن يغير حذاءه الصيفية على مدار العام باب الخميس فضاء مفتوح للعابرين من ذا الذي يتوقف عند هذا الشاب الذي يمضي أوقاته جئة وذهابا في طريق سيد العربي حين يأتي المساء يشاهد بو صندالة يسلك شارع إبراهيم الروداني قبل أن تبتلعه أزقة درب لعف لتلفظه في صبح اليوم التالي يظن كثيرون أنه يسكن هناك في النهاية ما الفائدة في أن يعرف مأوى هذا المجنون ثم أليس هناك مجانين سواه؟ كذلك كانت تمضي أيام بو صندالة حياة مجالها باب الخميس وطريق سيد العربي ثم شارع إبراهيم الروداني وأزقة درب لعفو المسالك ذاتها يعبرها كل يوم هذا الشاب الذي يبدو أنه لم يبلغ الثلاثين بعد لا تغيرها الفصول ولا المواسم أحيانا يعترض سبيله شبان أو يافعون منهم من يحاول أن يبدي قوته فيحاول أن يلقي به أرضا ومنهم من يحاول أن يستولي على تلك الدريهمات التي يقبضها من المحسنين لم يكن يتسول ولكن المارة يشفقون لحاله فيعطونه بعض الدريهمات لشراء ما قد يحتاج إليه من طعام لم يكن به بكم ولا صمم وقليلا ما رد على من يحاول الإمساك به يتفلت ثم يواصل السير كان في جملة من يكثرون اعتراض سبيل بوصندالة شاب اسمه أحمد علي وكان معروفا في باب الخميس بعدوانيته قبل عامين في العام سبعة وألفين طرده أبوه من البيت لما ضاق به ذرعا لم يفلح في الدراسة ولا في التجارة وصار يتزعم مجموعة من المراهقين واليافعين صباح العشرين من أبريل من العام تسعة وألفين في حدود الثامنة صباحا كان أحمد علي في باب الخميس يومها لم يتأخر بوصندالة عن موعده جاء وفي يده كيس بلاستيكي به قطعة خبز وما أن بلغ بمحاذاته حتى انقض عليه أحمد علي وأمسك بملابسه بإحكام على بعد بضعة أمتار وقف الحج تهامي في باب دكانه يراقب الذي يحدث كان بوصندالة يحاول صامتا أن يتفلت من قبضة أحمد علي الذي كان يقهقه وهو يقاوم محاولات بوصندالة لحق به في تلك الأثناء ثلاثة أو أربعة من أولئك المراهقين الذين يلازمونه انخرطوا معه في الضحك باغت أحدهم بوصندالة وانتزع منه الكيس البلاستيكي المقلم وابتعد بضعة أمتار فتحه وصار ينظر ما بداخله أدخل تصرفه ذاك بوصندالة في حالة هيجان لم يعهدها فيه من قبل الذين ألفوا حركة ذاك الذي ينعت بالمجنون في باب الخميس ومحيطها ثم تفلت من قبضة أحمد علي الذي سقط أرضا وهو يحاول الإمساك بالمجنون ضحك الحج تهامي ولما رآه ينهض دخل إلى دكانه يعلم أن أحمد إذا ما رآه يضحك فسوف يهاجمه في دكانه ويفرغ عليه ما هو فيه من غضب أما بوصندالة وكان ذا بنية قوية فإنهما أن تحرر من قبضة أحمد علي حتى انقض على الذي أخذ منه كيسه البلاستيكي كان يصرخ وهو يقول كلاما غير مفهوم كذلك كان يعلن غضبه حاول اليافع أن يتراجع ولكنه سقط أرضا وارتطمت مؤخرة رأسه بسخرة كانت هناك اهتز جسمه قليلا ولكنه لم يقوى على النهود إنحن بوصندالة واسترجع كيسه المقلم ومضى يتبع طريق سيد العربي لا يتلفت وما لبث أن اختفى هم أحمد علي باقتفاء أثر مجنون ولكنه تراجع لما رأى رفيقه ملقا على الأرض لا يتحرك اقترب منها ولاحظ بقعة دام على مؤخرة رأسه حركه كلمه همسا ثم صراخا ولكنه لا يجيب أسرع أحدهم يعبر الطريق مقبلا وفي يده بصلة شطرها نصفين كان يظن كما الذين بدأوا يتحلقون أن الفتى إنما أغمي عليه مرر شطر البصلة بمحاذاة أنفه قال صوت لم يرى وجه صاحبه إنه لن يلبث أن ينهض في تلك اللحظة كان أحدهم يقول إن الفتى قد مات صاح احمد علي يقول إن الذي قتله هو المجنون بوصندالة جاء أحدهم إلى دكان الحجتهامي وكان ممن تحلقوا حول ذاك الواقع أرضا قال إن المجنون بوصندالة قتله نظر الحجتهامي في عيني الرجل وسأله وهل رأيته يقتله بدأ وقد أربكه السؤال لم ينتظر الحجتهامي رده وقال إنهم اعتدوا عليه لم يضف شيئا آخر ناول الرجل قنينة الزيت التي جاء في طلبها في الخارج لاحظ الحجتهامي وصول سيارة للشرطة ثم سيارة إسعاف تفرق الجمع بعد أن حملت جثة اليافع وظل الفضوليون من رواد باب الخميس يتحسسون الأخبار مر يومان قبل القبض على بوصندالة لم يكن ذلك صعبا فالشاب الذي ينعتونه بالجنون ظل محتفظا بإيقاع حياته اليومية ولم يبرح تارودانت بل إنه لم يستبدل فضاء باب الخميس بفضاء آخر في الشهادات التي استقتها الشرطة تكرر وصف المجنون وبوصندالة ولم يرد ذكر لأي اسم آخر لم يكن أي من الذين تم الاستماع إليهم يعرف من يكون بوصندالة حقا ظل ساعات طوالا مطرقا ممسكا عن الكلام كان البحث قد أفضى إلى تحديد هوية القتيل اسمه عبدالواحد بن المداني في السابع عشر ينحدر من حي القزارة كان والده نجارا ثم تم الإمساك بأحمد علي الذي دلت كل المعلومات على أن بن المداني كان في جملة الفتية الذين يلازمونه قال إنه كان شاهدا على الذي حدث وإن المجنون هجم على صديقه فجأة وقتله قال وهو يحلف إنه لم يتدخل في اليوم الثاني لوجوده في مركز الشرطة نطق المجنون وقد فاجأ بنطقه المحققين قال إنه لم يقتل أحدا وإن الذي مات سقط على الأرض عندما حاول الهرب بالكيس الذي به قطعة الخبز لم يقل شيئا آخر ولكن الذين تولوا البحث تفائلوا أن ينطق بوصندالة يعني أنه سيدل على مكان سكناه وسيكشف أشياء كثيرة تخص حياته لا يبدو الشاب مجنونا كما يقال عنه وربما كان يتظاهر بالجنون لإخفاء سر ما في حياته شهادة وحيدة جئ بها من باب الخميس تعزز ما قاله المجنون فقد أبلغ الحج تهامي الباحثين بأن أحمد علي اعترض طريق بوصندالة قبل أن يلتحق به بعض الفتية الذين يتزعمهم وإن أحدهم انتزع من المجنون كيسه البلاستيكي ولما هم باسترداد الكيس سقط وهو يتراجع ارتتم رأسه بالصخرة حين تقديمه إلى النيابة العامة كشف بوصندالة عن اسمه أو ما اتخذه اسما يصعب التحقق من ذلك لأنه لم يكن يتوفر على بطاقة تعريف وطنية قال إن اسمه البشير بن المعطي وإنه جاء إلى تارودانت قبل سنوات بعيدة لا يذكر عددها علم منه أيضا أن عائلته تسكن في سد بولعلام وأنه لا يرغب في العودة إليها في تارودانت كان بوصندالة خلال كل تلك السنين يأوي إلى بيت خارب في أعماق درب العفو لم يكن الجيران ينزعجون من وجوده هناك بل إن منهم من كان يعطيه بعض الطعام من حين إلى آخر ومنهم من كان يمنحه اللباس الزيارة التي قامت بها شرطة إلى ذلك البيت لم تمكن من العثور على ما يفيد بأن ذاك الذي كان يلقب بالمجنون يمثل مصدر خطر ما لما سئل عن سبب رفضه العودة إلى عائلته هناك في سد بولعلام أمسك عن الكلام لم يكن يخامر ذاك الذي سأله شك في أنه سيتكلم وسيفضي بالسر سينتظر في بريق عينيه يقرأ الخوف ولكن مما هو خائف؟ بعد ساعة عاد إلى الكلام قال إنه فر من منزل والده لما بالغت زوجة أبيه في قساوتها كان الولد الوحيد لأمه التي ماتت لما كان طفلاً دون الخامسة تزوج والده من امرأة وعدته بأن تعتني بولده ثم لما رزقت منه الولد صارت تمعن في ضربه وتعنيفه يذكر أنه حاول مرة أن يشكو ما يعانيه إلى والده ولكنه لم يعر شكواه اهتماماً يذكر الذي كان يستمع إليه لم يشك لحظة في أن ما يقوله البشير ذاك الذي كان يلقب بالمجنون وببصندلة يشبه حكايات كثيرة ولا يختلف عنها إلا في بعض من التفاصيل كان عليه أن يقوم بأعمال لا يقوى على الخيام بها إلا الكبار وكانت زوجة أبيه في غياب والده تبعثه إلى نبع الماء بعيداً عن الدوار فيعود منهك القوى وكان عليه أن يرعى بضعة أغنام وثلاث بقرات يمضي يومه على كسرة خبز وماء ولما رأى إخوته الذين يصغره أكبرهم بخمس أو ست سنوات يستعدون للذهاب إلى المدرسة وقد حرم منها قرر الرحيل كان في العاشر أو أكثر من ذلك بقليل يذكر أنه مشى يوماً وليلا توقف بالشعاب الطريق لا تنتهي وما كان يظن أنها ستنتهي إلا لما وصل إلى زاوية بوزرقتون كثيراً ما سمع الكبار يأتون على ذكرها في أحاديثهم ولقد وضع لها في مخيلته صورة سرعان ما اكتشف أنها لا تتطابق تماماً مع حقيقة المكان يظن أنه مكث هناك ما يزيد على الشهر لا يدري إن كان والده بحث عنها إلى الآن لا يدري ما يهمه أنه أفلت من تلك المرأة زوجة أبيه مرت الآن سنوات طوال لعلها عشرون أو ما يقرب منها ولم ينس معاناته تلك لقد أجبرته على الرحيل وعطلت حياته بالرغم من أنه كان بعيداً عنها تم تقديم البشير بن المعطي إلى النيابة العامة بتهمة القتل غير العمد ظل يؤكد أنه لم يقتل ذاك المراهق عبد الواحد بن المداني حكم عليه بالسجن عامين لما أنهى عقوبته وقد كانت فرصة تعلم خلالها النجارة كما استفاد من دروس في محو الأمية اكتشف أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي في سيد بولعلام أفضت إلى أن لا أحد سأل عنه لما اختفى علم أيضاً أن والده توفي منذ خمسة أعوام وأن إخوته وكانوا ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة غادروا سيد بولعلام إلى آسفي رحل عن تارودانت وقرر أن لا يعود يعتبر الآن أن المجنون بوصندالة صار ذكرى بعيدة ويود لو أنها تبتعد كل يوم أكثر ترجمة نانسي قنقر